أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعتنا على يوم الخميس ستة كانون الثاني يناير القمر موجود في منزلة المقدم وهي منزلة للخير والثبات والسلامة والمحبة رح يمكث القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة سبعة وستة وثلاثين دقيقة من صباح اليوم الخميس بتوقيت جرينيتش لا ينتقد القمر بعدها لمنزلة المؤخر وهي منزلة للربح والعلاج والإطلاف والتفريق والضرر طبعا القمر الآن موعد بث الحلقة هو في الدلو وإحنا في فترة خلو مسار مستمرة طبعا رح تستمر لغاية الساعة 12 و16 دقيقة بعد منتصف الليل لا ينتقل القمر بعدها لبرج الحوت طبعا ودائما نحكي انه فترة خلو المسار هاي فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 12 و16 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت جرينتش القمر خلاص بيكون استقر في برج الحوت وبلش يشكل أول زوايا لإله وبرضو بتأثر على جميع الأبراج أنه نأخذ من صفات برج الحوت أو بيأثر على جميع الأبراج صفات معينة من برج الحوت فعشان هيك منلاحظ أنه الفترة هاي بتلعب الناحية الروحية دور بارز ومنشعر بالضياع وما مننجح في التركيز على موضوع معين منتذمر ومنكشف عن متاعبنا للغير ومنجد فيه صعوبة في اتخاذ القرارات الحاسمة قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزوا جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن أعين الآخرين وقسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي وهذه الفترة ممكن نقع في حبائل الغرام أو البعض يقع في حبائل الغرام أو بداية علاقة عاطفية في هاي الفترة أو هاي الفترة تصلح للتأمل وهي فترة وجود القمر في برج الحوت تصلح للتأمل والصلاة والنجاح في عمل فني مثل الشعر والرسم عيادة المرضى شراء الزهور واقتناء آل التصوير بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا في زاويتين بطيئات هم اللي الآن أكثر أوج لإلهم موجود باقي الزوايا اللي بتشوفوها على الخارطة الفلكية هي زوايا منفصلة ولكن هاي زوايا منفصلة متصلة يعني بمعنى آخر إنها هي على درجات تعطي قوة تأثير أقوى من باقي الزوايا فعشان هيك منلاحظ أنه أول زاوية هي زاوية التزديس الإيجابية بين الزهرة وبين نبتون وهاي مستمر اتصالها لغاية يوم ثمنطعش واحد بتضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول وبتجذب الآخرين لإلنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية بين زحل وبين أورانوس وهاي طبعا مستمرة لغاية يوم ثلاثتاش واحد إن نصبح مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبرضو هاي بتدل على بعض الأزمات المفاجئة اللي بترافق بعض الحكومات في هاي الفترة إلها علاقة برضو بأمور الطبيعة أو حوادث الطبيعة فعشان هيكم اللاحظة أنه فيه كثير أمور إلها علاقة بالعوامل الجوية أو برضو عواصف زلازل أمور إلها علاقة بالطائرات والحوادث اللي إلها علاقة بالسك الحديد وهي بتدل على إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناف على الحريات العامة أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل ففيه عندنا زاويتين إيجابيات الزاوية الأولى زاوية اقتران إيجابية رح تكون بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون فيه تمام ساعة ثنتين وسبعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج طبعا تأثيراتها بتضل لساعات العصر منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول إنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم أعمال إنسانية وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية أما بالنسبة للزاوية الأخيرة فهي زاوية تسليس إيجابية رح تكون بين القمر وبين الأورانوس وهاي رح تكون فيه تمام الساعة سبعة وثلاث دقائق مساء بتوقيت جرينج تأثيراتها تقريبا من ساعات الظهر أو قبل الظهر بقليل هاي الزاوية بتعزز قدراتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك بشكل إيجابي بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا اللي تطلب منها العناية الإضافية لأنها هي الأكثر حساسية اللي هي القدمان وأصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية وطبعا فيه هرمونين هدولا حجمهم بالفترة هاي وهو هرمون الاندروفين اللي هو هرمون مسكن للألم فعشان هيك منجد الأشخاص اللي عندهم أوجاع بيحسوا بأوجاعهم أكثر وهرمون اسمه الميلاتونين وهو هرمون له علاقة بالنوم فعشان هيك منجد كثير من الأشخاص بالفترة هاي إما بيسهروا أو بصير عندهم أرق أو قلق أو عدم رغب بالنوم ما بيعرفوا يناموا مظبوط بالنسبة للفترة هاي طبعا تصلح لإجراء عمليات جراحية ما في أي مشاكل فيها خلال اليوم هاد غير مناسبة لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة وهاي مستمرة لغاية ما ينتهي تراجع الزهرة وعطارد يصلح لإزالة الشعر الزائد ولكن مش بعطي القوة الكبيرة لأنه مراحل نمو للقمر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي أما بالنسبة لمطعوم كورونا فما في أي مشكلة بالنسبة له اليوم ما في أي أعراض اللي بصير أنه في نوع من أنواع الوسوسة أثناء أخذ المطعوم بتزيد يعني بصير يتوسوس الواحد أنه أنا تعبت أنا مريض أنا عندي إرهاق أنا عندي حرارة يعني أي أعراض بسمعها عن المطعوم بصير يشعر فيها ولكن واقعيا هي ما في أي أعراض من المطعوم خلال هذا اليوم ممكن تصادف الأعراض الطبيعية شوية حرارة أو شوية آلام ببندول لحالها كل ست ساعات تفي بالغرب بالنسبة للقمر بما أنه رح يكون موجود في برج الحوت خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة بيبدأ في تمام الساعة عشرة واثنين وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش وبيستمر خلو المسار حتى صباح يوم الجمعة ثمانية واحد لا غاية الساعة يعني تقريبا خمسة واثنين وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعديها لبرج الحمل أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الجديد عمره أربع أيام في تمام الساعة ثمانية وخمسة واربعين دقيقة صباحا بيصبح خمس أيام نسبة الإضاءة عشرين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم عشرين واحد طبعا كمان اليوم الشمس سعيدة بنسبة مية في المية القمر في الدلو وبدو ينتقل للحوت ورح ينكذ فيه الحوت لغاية يوم ثمانية واحد كمان اليوم سعيد بنسبة ستين في المية عطارد في الدلو حتى يوم أربعة عشر واحد منتحس بنسبة خمسين في المية الزهرة في الجدي بيتراجع حتى يوم تسعة وعشرين واحد سعيد بنسبة صفر المريخ في القوس حتى يوم أربعة وعشرين واحد منتحس بنسبة صفر المشتري في الحوت حتى يوم عشر خمس سعيد بنسبة خمسة في المية زحل في الدلو حتى يوم أربعة ستة منتحس بنسبة عشر في المية ورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم ثمانتاش واحد منتحس بنسبة عشر في المية ونبتن في الحوت حتى يوم ثمانية وعشرين ستة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية بلوتوف الجدي حتى يوم تسعة وعشرين أربعة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنشطوا في ساعات ما قبل منتصف الليل ما بين الأصدقاء والعلاقات الاجتماعية صحيح بتشعروا ببعض التعب أو الوهن لأنه بدأ القمر يقترب من بيت متاعبكم اللي هو للحوت فعشان هيك من ساعات منتصف الليل بتشعروا بالتعب بنال منكم وبتفقدوا رغبتكم في إنجاز مشاغلكم أهم شيء أنه اليوم تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري وحاولوا أنك تخلدوا للراحة تعتبر هاي الفترة أضعف وأقل أيام الشهر حظ فعشان هيك ما تراهن عن الحضوض أبداً بهاي الفترة وحاول أنك ما تحسم أي أمر بتنيله في هاي الفترة للهدوء والبعد عن الصخب أهم شيء أنك لازم تتوقع أنه تكون في بعض الفوضى أو التأخير أو الخسارة خلال هذا اليوم فعشان هيك بدك تكون ماخذ احتياطاتك برج الثور حافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل ووصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل من الآن لغاية ساعات منتصف الليل من ساعات ما بعد منتصف الليل الأجواء تتحسن أكثر فبتنشطوا بين الأصدقاء وممكن تجدوا تعاون من بعض الأصدقاء أو المعارف لإلكم بوسعكم تحقيق أمني بمساعدة أحدهم حاولوا أنك تطلبوا المساعدة وبرضو ما تترددوا بتقديم المساعدة لأشخاص ممكن يستعينوا فيكم وخصوصا أنه اليوم في نوع من أنواع التحالف رح يكون ما بينكم وبين زملائكم أصدقائكم جيرانكم فحاولوا قدر الإمكان أنك ما تبقوا وحدين وحاولوا أنك تخرجوا للقاء الناس برج الجوزة اللي بده يتقدم لامتحان أو مقابلة من الآن لمنتصف الليل بده يستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحظوظ طبعا لأنه القمر رح ينتقل في ساعات ما بعد منتصف الليل لمرج الحوت فبصير هذا اليوم بس مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ممكن اليوم تعززوا أمور إلها علاقة بالسمعة أكثر ممكن تبطدوا العلاقة ما بينكم وبين مسؤولين عنكم حاولوا فقط أنك تنجزوا أعمالكم بشكل كامل وبرضو في نفس اللحظة حاولوا أنكم ما تشووا سمعتكم نهائيا بالفترة هاي لأنه رح يضغط عليكم بشكل كبير أمور إلها علاقة بالسمعة فأهم شيء الفترة هاي أنكم تحافظوا على سمعتكم وما تدخلوا بأي جدال أو خلاف ما بينكم بين رؤساكم بالعمل برج السرطان طبعا التركيز رح يكون أكثر شيء من الآن لمنتصف الليل على أمور إلها علاقة بالحسابات المشتركة فعشان هيك بدكوا تحاولوا تنتنعوا عن أي خطوة مالية جديدة لا إقراض مال ولا إنكم تدهينوا مال بمعنى آخر بدكوا تحاولوا أنكم ترتبوا حساباتكم وفواتيركم لغاية ساعات ما بعد منتصف الليل من ساعات ما بعد منتصف الليل القمر رح يصير في برج حليف لإلكم اللي هو بيتك التاسع فعشان هيك بصير هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بدهم يتواصلوا مع أشخاص خارج البلاد اتصالات خارجية بتنجحوا بأمور إلها علاقة بالسفر وخصوصا السفر البعيد أو العلاقة مع الأجانب بترغبوا اليوم بالتفاهم مع أحباءكم أهم إشي إنك ما ترتجل أي عمل اليوم ما تستخف بالواجبات الأضواء رح تكون مسلطة عليك فعشان هيك بدك تكون جاهز لتحمل المسئولية وتعتبر هاي الفترة فترة مهمة وواعدة بكثير من الأمور برج الأسد ما زال القمر الآن موعد بث الحلقة موجود مقابلكم في برج الدلو فعشان هيك بتشعروا أن طاقتكم ما زالت ضعيفة وبظل اهتمامكم بيصبح حول تعزيز شراكاتكم وعلاقاتكم بشركاء المال والعاطفة أو في أمور بتخلي هاي الأمرين هم أكثر شيء بشغل فكركم إما علاقتكم مع الأزواج أو علاقتكم مع مستوى العمل من ساعات ما بعد منتصف الليل بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بتصير متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب إلكم بتكون بحاجة للرعاية فعشان هيك بتكون حاضروا إهمال نقاط إدارية أو قانونية لأنه أنت اليوم بحاجة إلى استشارة أهل الخبرة أو ذوي الخبرة فممكن تعالج أمور مالية أو إرثية أو تنشغل بتخليص معاملات رسمية الأهم إنك ما تتذمر على مسمع من أحد برج العذرة القمر الآن موعد بث الحلقة ما زال موجود في البيت السادس فعشان هيك برضو الاهتمام مثل اليومين الماضيات إنه بتكون تواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وحاولوا إنكم ما تبادروا لعمل جديد وفي المقابل بتكونوا تظلوا من تبهين لصحتكم خلال فترة الأيام القادمة لأن طاقتكم بتصير ضعيفة من ساعات ما بعد منتصف الليل بتتركز جهودكم نحو تدعيم شراكاتكم فبصير هذا يوم مناسب للتفاهم مع شركاء العمل والعاطفة وهاي الفترة شوي بكون فيها نوع من أنواع الصعوبة عشان هيك ممكن تتعرض لمواجهة قانونية أو عاطفية بحضرك من عدائية الجو والنفور والخلاف والتوتر وبدك تحاضر من المشاكل على أنواعها وتعتبر هاي الفترة من أصعب أيام الشهر بالنسبة لإلك فعشان هيك بدك تكون مهيئ نفسيا لهاي الأمور برج الميزان بتظل العاطفة قوية عندكم بشكل كبير من الآن موعد بث الحلقة لغاية ساعات منتصف الليل فعشان هيك بتميلوا للتواصل مع أحباكم والتجاوب معهم تعزيز العلاقات العاطفية بشكل أكبر ولكن ممكن تهتم بصحة أحد الأحبة خلال هذا الوقت من ساعات ما بعد منتصف الليل تجد أن العمل بدأ يتراكم عندك أو بدأ فيه متطلبات للعمل كثيرة فعشان هيك بدك تحاول اليوم أنك تنجز اللي بتقدر عليه من أعمال دون إهمال صحتك هذا يوم مناسب لممارسة نشاط بدني مثل حركة بسيطة ماشي لياقة رياضة خفيفة عشان تنشط حالك ممكن اليوم تشتكي من بعض الإرهاق بسبب كثرة الضغوط فعشان هيك حاول أنك ما تأجل عملك وما تضيع الوقت راعي ظروفك الصحية وحاول أنك تطلب المساعدة من الزملاء إذا دعت الحاجة فتعتبر هاي فترة مهمة جدا وبرضو بدك تهتم بصحتك الجسدية برج العقرب اتجنبوا ادخال أي تغيير جذري على مسكنكم أو على بيتكم أو على الأمور العائلية لأن القمر الآن فيه يعني كله مسار من موعد بث الحلقة لما بعد منتصف الليل فهي الأمور ممكن يصير فيها بعض الأمور اللي تربكك اجل الموضوع كله لبعد منتصف الليل من ساعات ما بعد منتصف الليل بتجتازوا بصورة عامة فترة إيجابية بتبعث على البهجة والإنشراح بوسعكم ممارسة نشاط فني وبدعوك للإبكار لنشاطاتك وعدم التلكق عشان ما تضيع الفرص من إيدك اليوم بدك تحضر بشكل جيد لعملك وحاول إنك ما ترتجل أعمالك نهائيا ممكن اليوم تطلق مشاريع جديدة أو تطلق إجابة أو إشارات مهمة فعشان هيك بدك تبتسم لأن الحظ اليوم لجانبك في كثير من الأمور فعشان هيك بدك تباكر لعملك وتكون مستعد برج القوس اللي بيتقدم لإمتحان بده يركز بشكل جيد وأثناء تنقلاتكم برضو بتكو تركزوا بشكل جيد أثناء أي أمر إلو إعلاقة بالتحركات بدكو تنتبهوا ما لغاية ساعات منتصف الليل بعد منتصف الليل القمر رح يصير في البيت الرابع فعشان هيك بصير فيه قدرة على إدخال تعديلات مطلوبة على المسكن المسكن وتعزيز الروابط العائلية أهم شيء أنه حاول أنك تلطف الأجواء اليوم وتفاديا للأزمات ممكن تبدل رأيك حول أمر عائلي أو مستجد معين أهم شيء تتشجع لأن القمر اليوم يعني بدعمك على تكرار المحاولات وخصوصا أنه سعيد بشكل قوي وبرضو الشمس دعميتك بشكل قوي فعشان هيك اليوم بترتفع نسب الحظوظ عندك بشكل كبير برج الجدي اتجنبوا شراء أي حاجية ثمينة وخففوا من نفقاتكم من الآن لساعات منتصف الليل وبرضو انتبهوا على أموالكم من السرقة والضيع بعد ساعات منتصف الليل الأجواء راح تصير أقوى بالحظوظ فعشان هيك اليوم بتكثر عندكم الاتصالات والتناقلات وهذا اليوم بصير مناسب إما القيام لنزه قصيري أو لسفر قصير ممكن اليوم تعززوا العلاقة مع إخوتكم أو مع جيرانكم وتعتبر هاي فترة مناسبة لتقديم الامتحانات الدورات المشاركة في المؤتمرات الندوات كلها هاي ممتازة جدا وبتنجحوا في طرح موضوع حساس لأنه سرعة البديهة عندكم عالية وقدرة الإقناع عالية ممكن اليوم تقدم على عمل مهم يلفت النظر والإعجاب برج الدلو طبعا من الآن موعد بث الحلقة لغاية منتصف الليل أنتو نشيطون مع هيك بدكوا ما تبادروا في عمل جديد بل واصلوا ما بدأتم فيه من قبل يعني لأنها فترة دخلوا مسار ما بتصلح للبداية خلي كل أمورك بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيتش فجد الأمور أنك راح تحصل على مبلغ مالي خلال هذا اليوم بساعدك على المكاسب المالية ممكن تدخل تحسين على ميزانيتك منكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية أو على جائزة ممكن تبحث عن وسيلة أفضل لتحسين وضع مالي ما بتستعيد الثقة بنفسك ولكن بدك تحاذر من المبالغة بمصروفك وفي عطاءاتك ممكن تظهر مصريف غير متوقعة خلال هذا اليوم برج الحوت بيظل التعب مسيطر عليكم طبعا من الآن لغاية ساعات منتصف الليل ولكن بخف تدريجيا كل ما اقتربنا لساعات منتصف الليل بتوقيت جرينيتش فبتشعر انه بلش الطاقتك ترتفع شوي شوي طبعا بتصير انت لانه جاهز من ساعات ما بعد منتصف الليل انك تدخل على فترة إيجابية بتعيد لك نشاطك المفقود وبوسع كل مبادرة بخطوة جديدة بتعود عليكم بالنفع ممكن اليوم تعزز معنوياتك اكثر او تعززها من جديد وتتحمس للمبادرة لإدخال تعديلات على حياتك تعتبر هاي الفترة بداية فترة حافلة بالنشاطات بتنتظرك مفاجئة او خبر سار ممكن اليوم تستعد لورشة جديدة وتعتبر هاي الفترة من افضل ايام الشهر هيك نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء